أكد أن ناب الدكتور أحمد عبدالله الجبوري ألمين العام لحزب الجماهير الوطنية أن محافظة صلاح الدين غير مشمولة بنظام الكوبونات الوقودية وأضاف أنه بموجب الاتصال الهاتفي مع الدكتور حامد الزوبعي وكيل وزير النفط لشؤون التوزية أكد أن المحافظة غير مشمولة مشددا على أن محطات التعبية ستقوم بتجهيز المواطنين بمادة البنزين على مدار 24 ساعة لتلافي الزحام الحاصل على المحطات والذي يؤدي إلى أزمات مفتعلة من قبل البعض وأكد ناب الجبوري أن أزمة الوقود في صلاح الدين سيتم حلها بتنصيق يقضي على التهريب ويمنع افتعاد الأزمات بجميع أشكالها